كما زر رئيس الجمهورية معرضا خاصا بإبداعات النساء الحرفيات على هامش الحفل التكريمية الرئيس تبون شدد خلال حديثه مع بعض الحرفيات على ضرورة الحفاظ على تراث الوطني وتطويره وحمايته من التقليد والعمل على تصنيفه على مستوى اليونسكو وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق لم نهتم بالحفاظ على تراثنا في قائمة اليونسكو لتراث العالمية حتى حاول البعض سلبه منه